السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في القناة الزراعية من المدلات الشوكة في القناة جديدة تحت عنوان دور الري التكميلي والري الناقص للرفع من إنتاجية زراعة الحبوب العرض سنتحدث فيه خمس تادي النقاط أولا سنتحدث بسرعة عن ارتفاع عدد السكان في المغرب في العشرة السنة الآخرة عن تحتع المناطق المناقية الزراعية المتواجدة في المغرب تحديات التي تتواجه الزراعة المغربية أهمية زراعة الحبوب على نطاق الفلاحة المغربية ظاهرة قلة الأمطار والتأثير على الإنتاج الفلاحي وأهمية الزراعة الري وإدارة شهد عدد سكان المغرب زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة وترجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عدد الوفيات وارتفاع عدد المواليد نسبي عدد السكان المغرب مشاء من حوالي عشرات الملايين سنة 1950 أكثر من 37 مليون سنة 2023 يمكننا نقسم المناطق الزراعية في المغرب إلى عدة أنواع ولكل منها الخصائص ديالها لتأثر على النوع يد المحاصيل الزراعي التي يقدرون أنتجها في هذه المناطق هذه أولا المناطق الملائمة للزراعة باللون الأخضر منها المناطق الساحلية لتتميز غطول أمطار منتظم درجة حرارة معتدلة تربة خصبة التي جعلها تكون ميتالية لزراعة عدد متنوع من المحاصيل مثل الحبوب الخضروات والأشجار المتمرة عندنا المناطق الوسطية وهي تتميز بمناخ قار معتدل تعتبر مناسبة لزراعة الحبوب وبعض الأشجار المتمرة عندنا المناطق الشبهة الملائمة وهي المناطق الجبلية تتميز بالتنوع ديال المناخ ديالها بشكل كبير حيث تتواجد مناطق باردة ورقبة في المرتفعات ومناطق جافة في السفوح مما تحدد النوعية ديال المحاصيل القابلة للإنتاج في هذه المناطق عندنا المناطق الغير ملائمة نوعان كالمناطق الشرقية وكالمناطق الجنوبية فتتميز هذه المناطق هذه بمناخ قوي قاري وجاف وارتفاع درجات الحرارة قلة الأمطار مما يجعله الزراعة هذه المناطق هذه محدودة وتتطلب في كثير من الأحيان الري عندنا المناطق الصحراوية طبيعة الحال تتميز بقلة الأمطار ارتفاع درجات الحرارة مما تجعلها غير صالحة للزراعات قريبا إلا في بعض الحالات التي فيها الواحة التي تتعتمد على المياه الجوفية أو مياه السودود تتعاني الفلاحة المغربية من عدة تحديات أولا الجفاف يعتبر الجفاف من أكبر التحديات لتتواجه الزراعة في المغرب خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية التي أرينها في الخريطة الملكة عندنا الإشكال والتحدي تدهور التربة نتيجة الاستخدام مكتف المبيدات الحشرية والأسميدة الكيموية لإدار لإدار تدهور الخصوبة التربة وعندنا كذلك نقص المياه وهو أكبر عائق الإنتاج يعتبر نقص المياه مشكلة كبيرة خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة هناك جهود تبدل للتغلب على هذه التحديات أولا عبر تطوير أنظمة دي الري العمال على تطوير أنظمة دي الري الحديثة مثل الري بتنقية لتقليل هدر المياه هناك استخدام أصناف مقاومة للجفاف واللي طورنا طور البحث الزراعي بعضها في السنوات القليلة الماضية فهذه الأصناف من المحاصل الزراعي قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية وبطبيعة الحال عبر تنويع المحاصل تنشجع المزارعين على زراعة محاصل متنوعة لتقليل المخاطر التي لديها علاقة مع قلة تسقطت ختما يعتبر المناخ الزراعي في المغرب متنوعة وتتطلب من المزارعين ومخصصين الزراعيين تطوير ديال استراتيجيات زراعية تتناسب مع كل منطقة على حدة ولتحقيق الأمن الغدائي والاستدامة الزراعي فالمغرب تتحت الحبوب الخريفية وهي القمح اللين والقمح الصلب والشعير مكانة جد هامة في لحة المغربية وعندما تزرع هذه المحاصل طبيعة الحال تتنزرعها في الخريف باش تستفدم الأمطار ديال الشتاء والأمطار ديال الرابعة الشهر مارس وشهر أبريل ترتبت هد هد يعني إنتاج ديال الحبوب بالأهمية التاريخية دياله في النظام الغدائي المغاربة والدور دياله في الاقتصاد الفلاحي ديال البلاد تتواجه زراعة الحبوب في المغرب تحديات متكررة بما في ذلك تقلب دياله طول الأمطار الملوح ديال الطربة في بعض المناطق والمنافسة من ما حاصل أكثر ربحية من اللي تيكون المياه ديال الري متوفرة تتمييز المناخ ديال المغرب تقلب الكبير في هطول ديال الأمطار تنشوفو هنا بالألوان الحمراء السنوات اللي فيها أمطار قليلة سواء كما قلنا سنويا ولا حتى موسميا كان السنوات اللي فيها أمطار كثيرة ولكن توزيع ديالها مشي هو هدك وكان السنوات اللي تكون الأمطار قليلة ولكن اللي تكون توزيع مناسب تيب كل إنتاج مهم يعود هالتباين أساسا لموقع الدغرافي ديال المغرب اللي هو في الحد الفاصل بين منطقة البحر مع فترات ممترات تكون شديدة في بعض الأحيان لكنها مع الأسف قصيرة لأجل تعتبر حالات الجفاف ظهرة متكررة في المغرب ويبدو أن التواطر ديالها أخذ التزايد في العقود الأخيرة للأسف لفترات الجفاف هذه عواقب وخيمة على الموارد المائية والزراعة والطروة الحيوانية وبالتالي على الاقتصاد والمجتمع المغربي ككل فالتقلب ديال وطول الأمطار في المغرب عنده تأثير حاسم كما قلنا على المحاصيل الإنتاج الإجمالي لحبوب الثلاثة اللي هي القمح اللين والصلب والشاعير ونظرا للطبيعة شبه الجافة للعديد مناطق البلاد تتعتمد زراعة الحبوب بشكل كبير على الأمطار فالسنوات التي تتمييز بغزارة عطوها ديالها بشكل جيد تتعطيه بشكل عام إنتاجية عالية على العكس من ذلك تؤدي فترات الجفاف طويلة أو هطول الأمطار غير المنتظمة إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب تلعب تقلب هطول الأمطار الموسمي أيضا طور حاسم حيث يعد هطول الأمطار الغازيرة في بداية طور النمو أمر ضروري لإنبات ديالها المحاصيل والتطور ديالها في حين أن الهطول ديال الأمطار الكافية في نهاية الدورة مارس وأبريل ضروري لملء الحبوب تالي فإن إشكال أي إشكال في توزيع ديالتساقطة المطارياء والكمية ديالها خلال الآن يمكن أن يكون له عواقب ضرر على إنتاج الحبوب في المملكة تبرز هذا الرسم البياني البياني دور ديالري كعامل رئيسي في استقرار وإنتاجية الحبوب فأولا هذا الرئي تقلل من الاعتماد على المخاطر المناخية من خلال تأمين الإنتاج الزراعي تأكس الري اللي هو توفر المياه اللازمة لنمو الحبوب مما يساهم في زيادة في الغلة تحصيل إنتاج واستقرار هذا ديال الإنتاجية فكذلك هذا الرئي تأمين كل المزارعين من الزراعة الأصناف الأكثر إنتاجية لتقليم المخاطر خسائر المحاصل المرتبطة بالجفاف في الحلقة القادمة تحدثوا على الري والري التكميلي والري الناقص أو العجزي وإلى ذلك الحين نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته